الأحمال الديناميكية الأحمال الديناميكية أحمال الزلازل مبدئي البرنامج يمكن أنه يعمل generate بالنسبة لأحمال الزلازل حسب الكود اللي انت راه طبعا راح تبدي تستخدمه باتجاه ال-x واتجاه ال-y طبعا بالاحتماد على ال-die from يمكن نقوم بتعريف constraints-die from لكل دور لكل level وثم على ذلك نعمل على assign فخلينا نبتدي مثل 3d frames يبدي باختيار beam slab عدد ال-story تكون عندك خمسة ثم على ذلك اضغط على اوكي الآن اذهب الى define هنا ثم على ذلك اقوم بتعريف ال-constraint-die from فلو تلاحظ انه عندنا joint-constraint ابدي بتعريف خمسة باحتبار انه عنده خمسة ادوار واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اذا اقل لهنا اختار ثم على ذلك add new باتجاه ال-x طبعا هذا الاول اعمل new اخر هذا عدي الثاني هذا عند الثالث وهذا الرابع وهذا الخمس اوكي الان انتجه الى ال-xy وخلينا نرجع الى z z equal to 3 اقوم بتحديد كل هاي ال-elements اللي هي موجودة ثم على ذلك اذهب الى assign joint ثم على ذلك وابدي باختيار الاول واعمل عليه apply اوكي لو تلاحظ الان تم او عمل الى assign لاحظ الشكل الخاص يكون عندك بهذا الشكل اتجه الى level الاعلى اوكي نتجه الى level الاعلى نعمل ايضا تحديد طبعا اه لو تعمل عليه uniform shape يعني من انا بهذا الشكل راح تلاحظ انه z هنا يعطيها لك بمقدار كم show on the phone z equal to 6 فابدي بتحديد كل هذي joint ايضا واعمل عليها assign هنا على الثاني ثم على ذلك اضغط على apply انتقل الى الدور الاعلى اوكي ايضا نقوم بالتحديد وانا عدنا الثالث apply ايضا نحدد على الدور الرابع apply وعلى الدور الخامس ايضا apply اوكي الان تجعل الى 3d نقوم بتعريف الحمل فيه اتجاه الى x واتجاه الوان نذهب الى load pattern نقوم بيعطاء اسم للحمل يكون عندك ex على اساس يكون عندك quick والكود المستخدم اعمل ubc 97 اقل add new ثم على ذلك اعمل علي modify اوكي بالنسبة لل load راح يكون طبعا في اتجاه الى x لو تلاحظ انه العادة التوجيه على نقوم باضافة هنا عدنا الاول هنا عدنا الثاني والثالث الرابع والخمس اوكي اصبع عدنا كل الدايفرام لكل دور يمكن احنا مثل ما قلنا نتعرف يمكن انه البرنامج يعرف لك daiframs 1 تعمل علي add لكن يعتبر عندك جزء واحد وبالتالي راح تحدث عندك مشاكل طبعا فهذه الاعدادات الخاصة في الحمل احتمادا على ubc اساس مكلود باتري هنا عندك time period اما انه تعطى القيمة بشكل مباشر او انه البرنامج يحسبها اليك اوكي فتلاحظ هنا عندك الاليفيجين اما انه يحسبها البرنامج اليك او يمكن تعطيها انت بشكل بباشر الى 15 متر من الصفر اوكي هنا عندك الفكتر راح نمثله 8.r طبعا 8.5 هنا عندك اما انه اما انه هو راح يبدي يحسب لك او يمكن ان تقوم بيعطاء انت بشكل مباشر نفس الكلام يتكرر عندك مع ال الان اي والان بي انا اضغط على اوكي اخذ كوبي من عنده اقوم بتغيير الاسم الى اي واي اول شي اعمل علي مودفاي هنا ثم مع ذلك ادخل وعمل علي مودفاي اقوم بالتغيير الى واحتفظ بنفس الاعدادات السابقة ثم مع ذلك اوكي اوكي انا اقوم بعملية التحليل لان نقوم بعرض deform shape باعتماد على اي اكس قل هنا apply يمكن انه نعمل علي start animation حتى نشاهد الحركة بشكل مباشر ثم تلاحظ هذه الانيميشن راح يكون عندك في اتجاه الاكس لان نعرضه في اتجاه الواي نعمل علي start animation ثم تلاحظ هاو ناعدنا الحركة في اتجاه الواي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة